مساء الخير يا شباب أباركو إيه أتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وأتمنى الفيديو ألاني يكون كويس واستفدنا منه الفيديو بقى بتاع المهاردة لمحات كده على الأدب وعلى البلاغ وفي البداية أنا عارف إن حضرتك ممكن بالنسبة للأدب معتمد قوي على ورقة المفاهيم لأنه بصراحة مكتوب فيها كل حاجة فطبيعي إن أنت اللي مكتوب فيها ده اللي هو فرقة المفاهيم هو كتب لك معظم التفصيلات بتاعة المدارس كلها بتاعة الشيارة وبتاعة النفر كمان طيب لازم بقى تكون فاهم الكلام طيب إحنا كده هنسلط الدق على إيه على المصرحية والقصة القصيرة والرواية إيش معنى دول لأن دول مش احتمال ييجوا دول جايين في الامتحان تمام طيب اللي هو إيه اللي هو الرواية والقصة القصيرة والمصرحية فعايز بقى حضرك معاك وراء وقلم ومش تحفظ لأ ده أنت هتفهم اللي أنا بقوله لأن كده كده الكلام ده مكتوب عندك فرقة المفاقين نبتدي بمين؟ نبتدي بالرواية بص قبل ما أبدأ كده حابب أعرفك مثلا الرواية زي المسلسل اللي أنت بتشوفه كبيرة 30 حلقة 40 حلقة قصة قصيرة عاملة زي الفيلم حاجة ساعة ومص ساعتين المصرحية طبعا بتمثل على خشبة المصرح فتعالي بتلي يلا بينا كده بالرواية إيه موضوع الرواية؟ قالك الرواية ليها بعض المكونات ليها بعض بص أي شيء في الدنيا لمكونات أنا النهاردة لو هجابني عمارة هجيب رملو أسمنت وطوب مش عارب إيه؟ إيه ده؟ أنا برضو لو هكتب رواية لها مكونات قالك آه اسمعها عناصر الرواية وعناصر القصة القصيرة إيه بقى العناصر؟ خمسة إيه هم؟ الأحداث والشخصيات والزمان والمكان واللغة ولا همني أو موضوع اللغة ده طيب قالك من مقصود بمحاكاة الواقع في الرواية؟ يعني إيه بقى؟ قالك يصلهم أجوم في نص القرن 18 نقاط الأدب الإنجليز سموا الرواية باسم نوفل وعملوا شوية تعادلات كده على العناصر بتاعتها اللي هم الخمسة الأحداث والشخصيات والزمان والمكان واللغة طيب يهمنا نفق إيه بقى؟ اللغة بالذات اللغة في الرواية اللغة إسهاب اللغة في الرواية لغة إسهاب يعني رجل بيسهب يعني بيطول يعني بيقول كل التفاصيل تمام؟ وأصبحت اللغة في الرواية مما تحاكي الواقع وما هو بيقولك ما المكسوب بمحاكاة الواقع إن الأحداث هتكون أحداث واقعية والشخصيات حقيقية ليست كائنات خرافية من تينة البشر والزمن يكون محدد والمكان يكون محدد زي مثلا القاهرة طيب وإحنا إزاي بنعرف الزمن؟ من خلال زمن ذكر الزمن مباشرة يعني أقولك يا الله الرواية دي حصلت سنة كذا أو ذكر أحداث تاريخية مشهورة تجعلك تفهم أو تدرك أو تعي الزمن المطلوب طيب بالنسبة يبقى أنا كده أقولت لك إن الأحداث الواقعية والشخصيات والزمان والمكان يبقى محدد زي مثلا مدينة القاهرة واللغة اللغة بتبقى اللغة اللي هي من الحياتية اللغة الحياتية العادية طيب في أول القرن العشرين ظهر فن الرواية واشتارت جدا رواية أنت عارفها رواية اسمها رواية زينب 1913 وطبعا جي بعد كده العالمي نجيب محفوظ وقصر الدنيا بقى بالثلاثية هلأ يسألني في الامتحان أعمال نجيب محفوظ أو سبب فوزه بالدئيزة نوبل في الأدب لا بس هو ممكن حتة محاكاة الواقع يسألك فيها فأنت تقوله العناصر بتاعتها طيب بالنسبة للقصة القصيرة الناس بتتوهى من القصة القصيرة اختصار لقصة طويلة اختصار لرواية قالك لا قصة قصيرة عمل فني يتميز بإحكام البناء طيب يعني برضو همستر لها كل العناصر اللي هو الأحداث والشخصيات والزمان والمكان واللغة آه طبعا عشان نلخص الموضوع أكتر ما تيجي كده نجيب وراء قلم كده ونعمل قسمين كده عايزين نعمل مقارنة بين القصة القصيرة والرواية بما أن هي اسمها قصة قصيرة فهي كلها إيه محدودة ملمومة قصة قصيرة الرواية الرواية فيها إسهاب وفيها رغل شوية كتير طب لو مسكنا مثلا الأحداث اللي موجودة في الرواية لا متعددة الأحداث كثير قوي لو أنا بمسك رواية أراها أو مسلسل بلاقي أحداث كثير قوي طب بالنسبة للقصة القصيرة لا الأحداث محدودة والشخصيات محدودة والزمان محدد والمكان كمان محدد أما في الرواية بقى لا الرواية موضوع مختلف الرواية الأحداث فيها متعددة ممكن تبقى كذا حدث والشخصيات برضه متعددة والزمان ومكان ممكن يبقى في مكان ويروح مكان واللغة لغة إسهاب راحوا كده حضرتك جابوا كاتب أمريكي اسمه إتجار ألمبو ده كاتب من أمريكا الراجل ده قال لهم بصوا الفرق ما بين القصة القصيرة والرواية إن القصة القصيرة كل كلمة فيها مقصودة كل كلمة فيها مقصودة وكل جملة مقصودة فلا يمكن حصف كلمة ولا جملة ولا مشهد وإلا يختل البناء الفني له يعني لو أنت كده جبت قصة قصيرة وبدأت تحذف منها أنت أصلا بتحذف من المختصر فأنت كده هيموز تعال أتفرج على فيلم وام ربع ساعة أو نصف ساعة ويرجع تاني لما ترجع غالبا ممكن ما تفهمش لأن أنت أصلا اختصرت في المختصر هو أصلا مختصر طب الرواية لا الرواية قال لك الرواية يمكن حذف مشهد وممكن كمان حذف جملة أو كلمة ولا يختل البناء الفني له ليه؟ لأن الكاتب في الرواية يعتمد على الإسهاب من أجل محاكاة الواقع هو عايز يعيشك مع الواقع فيقوم بالإسهاب بالتطويل فيصف كل شيء من حوله ده مين؟ ده كاتب الرواية يصف كل شيء من حوله وصف دقيق شامل أحيانا يؤدي إلى الملل عشان كده أنا بقرأ الرواية ممكن أملي شوية لأنها فيها تفاصيل كتير قوي أما القصة القصيرة لا لا تشعر بإيه؟ لا تشعر بالملل يعني دلوقتي ما الفرق الحاسم بين القصة والرواية طبيعة البناء الفني لكل منهم دي مبنية بطريقة ودي مبنية بطريقة تانية خالص طب إزاي؟ هو أنت دلوقتي حضرتك عندك كتعة أرض وأنا كمان عندي كتعة أرض وإنت بنيت وأنا بنيت إحنا الاتنين بنينا بس إنت هتبني مدرسة وأنا هبني بيت أسكن فيه لا بص إحنا الاتنين هنبني بس البناء مختلف تماما إنت بقى بتاع المدرسة هتبني ملعب وفصول وأنا هبني بيت وقوض نوم وبتاع عشان ده بيت يعني إحنا الاتنين بنينا بس بطريقة مختلفة القصة القصيرة والرواية بيختلفوا من حيث البناء ليه؟ دي بتبني بطريقة ودي بطريقة دي بتعتمد على الإسهاب اللي هي الرواية والتانية اللي هي القصة القصيرة بتعتمد على الاختصار طب ما الغاية الفنية لهما؟ يعني هو القصة القصيرة والرواية لهم غاية فنية يعني؟ آه لو جاء لي الغاية الفنية لكل من القصة القصيرة والرواية إيه؟ توصيل الرسالة رسالة لمين؟ للقارئ أو المشاهد؟ لابد أن يصل للقارئ والمشاهد رسالة ولكن بطريقة غير مباشرة فلا يمكن أن يطلق الرسالة بطريقة مباشرة وإلا يحدث لهم ملل يعني هيعزف عندها يعني لو أنا بتفرج دلوقتي على فيلم أو مسلسلة أو بقرة قصة أو بقرة رواية وحسيت أن أنا فيه أنت على طول البطل هيجاوز البطلة في الآخر وبتعوى يعيش حاجة جميلة لا ده كده الموضوع يعني ممل جدا يعني فأنت لازم دايما تقدم الفكرة للمطلقي بطريقة غير مباشرة صحي كده قال لك طيب لو جينا تكلمنا في عدد الكلمات هي بتتأس كمان بعدد الكلمات قصة قصيرة قد تكون أقل من ألف كلمة ممكن تكتب خمسمين كلمة كنيسة نورت مثلا عندك في المنهج قصة مثلا قصيرة لأنها كلماتها قليلا قوي بس أخيرها 12 ألف كلمة أما بقى الرواية بتبدأ من 30 ألف كلمة إلى ما لا نهاية يعني الرواية طبعا عددها أكتر بكتير ودي اسمها مرونة يعني المرونة أنه هو مش محدد لك 30 ألف لا ده قال لك من 30 ألف إلى ما لا نهاية قال لك أهل من ألف كلمة إلى 12 ألف فدي كده إيه يعني وصفك قصة قصيرة فيه مرونة إلى حد جبير عشان عدد الكلمات ومن حيث الوقت الزمني هي بتتقري القصة قصيرة بتتقري في إيه بتقري في ساعتين لا يتعدى الساعتين طيب أشهر رواية في الأول قلنا إن هي كتسمها رواية زينب طب أشهر قصة قصيرة أشهر قصتين محمد طيمور اللي كتب في الكطار ضمن ديوان ما تراه العيون وعندك قصة تاني اسمها سنتوها للجديدة دي لمخائي النعيمة ماشي كان ما كان ده اسم الديوان بتاعه طيب ده كان ملخص سريع للي أصلا مكتوب عندك في وراءة المفاهيم المصرحية اللي عملة بقى مشكلة للناس كتيرة قال لك المصرحية بتختلف تماما عن القصة القصيرة والرواية ودي كده كده جاي منها سؤال في الامتحان ده أساسي المصرحية بتختلف عن القصة والرواية في إيه الفن المصرحي مرتبط دايما بالحركة والتمثيل فلا يمكن حكاية مصرحية يعني أنا ما ينفعش أجيبك كده أقولك تعالى يا أحمد أحكي لك مصرحية لا أنا ممكن أقولك ممكن أقولك قصة ممكن أقولك رواية طب المصرحية لازم تتشاف ممثلة فيها حركة حتى ينجذب إليها المشاهد لازم تتشاف طيب هي المصرحية تختلف قديما عن حديثا؟ طبعا أنا أقولك المفيد أول في المصرحية في حاجاتها سقطها ملهاش أي لازمة أنت بس ركز في اللي أنا بقوله المصرحية هل هي بتختلف قديما عن حديثا؟ قالك قديما كان بيهتم أول كاتب المصرحي بوحدة الزمان ووحدة المكان ووحدة الحدث أما حديثا؟ حديثا؟ لابد أن يهتم كاتب المصرحية بأمرين 1- الدقة في توزيع الاهتمام 2- مراعاة التوازن بين الفصول يعني لازم حضرتك يبقى فيه توازن ما بين الفصل الأول والفصل الثاني والفصل الثالث وهكذا يبقى فيه توازن في المسرحية ما ينفعش أعمل فصل ثلاث ساعات وفصل ساعتين وفصل دقيقة ما ينفعش ولازم كمان يكون فيه دقة في توزيع الاهتمام يعني اهتم بكل تفاصيل المسرحية طيب هي المسرحية ليه هيكل آه طبعا الهيكل المسرحي ثلاث حاجات العرض ثم التعقيد ثم الحل العرض يأتي في الفصل الأول الفصل أول في المصرحية بيعرفك مين الناس دي وده قريب مين وده بيعمل إيه غالبا هتلاقي التعايد في الفصل الثاني والحل في الفصل الأخير طب لو جينا تكلمنا عن أسس بناء المصرحية ومن أول هنا الموضوع مهم كمان السؤال بتاع الحركة والتمثيل ده كم مهمة أول وعندك أسس بناء المصرحية برضو مهم أسس بناء المصرحية يعني لو أنا كده معي وراء وقلم كده حكت المصرحية إزاي قال لك والله أول حاجة لازم يكون عندك فكرة طب إيه الفكرة؟ الفكرة لكل كاتب فكرة يريدوا أن يبرهن عليها وقد تكون الفكرة أخلاقية وقد تكون اجتماعية وقد تكون سياسية طمام الفكرة بقى لها شروط حتى تكون فكرة نجحة لها شروط إيه بقى؟ لابد أن تكون الفكرة نضجة أدي أول حاجة لازم الفكرة تكون نضجة تحقق الإمتاع والفائدة يعني لازم بعد أن أشوف المصرحية دي أبقى مستمتع جدا وكمان أستفيد منها وقال لا تقدم بطريقة مباشرة يعزف عنها المشاهد ما ينفعش أن أنا أقدم له الفكرة كده بطريقة مباشرة وبقاعد عارف إيه اللي هيحصل لا لا ده لازم أنه يفكر حتى ينجذب إليه ولكي لا يعزف عنها ده بالنسبة لفكرة طب لو جينا مثلا بصينا عند الحكاية من أسس بناء برضو المصرحية الحكاية قال لك الحكاية هي جسد المصرحية الحكاية هي جسد المصرحية طب والصراع ده النقاط قالوا لا مصرح بلا صراع أصلا لو ما فيه صراع ولازم الصراع ده يكون إيه صراع حتمي مش صراع مفتعل ما ينفعش لازم يكون فيه صراع طب هو الصراع ده بيجي إزاي إنه يبقى فيه قضية وفيه شخصيات مختلفين حوالين تفسير القضية فيحصل بينهم صراع فكرة أو المشاهد يعني ينجذب يعني يبقى الصراع لا مشهد بلا أو لا مصرح بلا صراع والصراع أنواع ومن ضمنه الصراع الزهني في مصرحية أهل الكهف تمام قال لك طيب بالنسبة لو جينا بصينا للحوار بص الحوار هو الجانب الحسي للمصرحية ولو أنت بتحل أنت حالات تقولي الكلام ده مهم والصراع هو الجانب المعنوي للمصرحية عشان ما تنساهاش الحوار فيها حرف الح الحسي برضو ح ربطها يعني كده بدي بديه والصراع فيها عين وبرضو هو الجانب المعنوي فيها عين يبقى الحوار هو الجانب الحسي والصراع هو الجانب المعنوي قال لك طيب بالنسبة للشخصيات بقى ما تكلمناش عنها شخصيات اللي هي مثله ما أكيد فيه شخصيات هتمثل قال لك الشخصيات بتنقسم من حيث الدور إلى كثمين فيه شخصية سمها شخصية محورية اللي هو شخصية الأساسية لمعظم الأحداث بتدور حواليها وفيه شخصية الثانوية اللي هو حد بيساعد البطل يعني أما بقى من حيث كمان التطور فيه شخصية ثابتة وفيه شخصية متطورة أو متغيرة بس خلي بالك بتظهر براعة كاتب المسرحية حينما يتكن الجانب الشكلي للشخصية والجانب النفسي والاجتماعي يرسمهم حلوة أو في الأحداث بمعنى أنا دلوقتي هجيب واحد هيمثل دور تاريخي لا ده فيه جانب شكلي للممثل فيه جانب نفسي وجانب اجتماعي لازم أدرسه عشان يقنع بعد كده الجمهور يعني دراسة الشخصية نفسها مهمة جدا من قبل الكاتب المسرحي طيب ده بالنسبة لمن؟ بالنسبة للشخصية يبقى احنا اتكلمنا عن الجسد المسرحية واتكلمنا عن الصراع والفكرة واللي هو الحوار طيب الكلام بين الممثلين اسمه ايه؟ اسمه الجملة المسرحية يعني الممثل واقف يتكلم مع الممثل الكلام اللي بيقوله ده اسمه جملة مسرحية طيب هي الجملة المسرحية دي ليه شروط؟ اه طبعا ليه شروط إيه؟ لابد أن تكون جملة واضحة مفهومة عشان تؤدي الغرض منها لازم الناس تبعد فهمها ولابد أن تتناسب مع الشخصية يعني إيه؟ يعني لو أنا دلوقتي مثلا جاي براجل سفير أو حاجة في شخصية لازم الراجل ده يتكلم بطريقة معينة ما ينفعش يتكلم بطريقة متدنية ده مش متناسب خالص مع المشهد اللي هو جاي فيه الراجل بيمثل أنه سفير يعني لازم الحوار يكون الحوار بين الشخصيات اسمه جملة مسرحية الجملة المسرحية دي لازم تكون فيها فكرة واضحة الجمهورية فهمها ولازم تكون مناسبة لمستوى الشخصية قال لك بس فيه شوية تفاصيل تاني طبعا أنت عندك في الكتاب لو أنت جيت رجعت الورقة المفاهيم هتلاقي جايب لك المسرحيات بتاعت أحمد شوقي ومسرحيات بتاعت توفيق الحكيم والقال لك ده بيكتب مسرحيات نثرية وده بيكتب مسرحيات شعرية اللي هو أحمد شوقي خدهم كده بيعنيك إيه؟ إراية اللي هو مثلا أنت عندك كحمد شوقي قمبيز ومصر عكليباترا ومجنون ليلة وأميرة الأندلس دي اللي كانت نثر عندك توفيق الحكيم بقى طبعا عمل برضو حاجات تانية توفيق الحكيم نهر الجنون وأريد أن أقتل عمل كذا حاجة طب هو أنا بقى هجيب وراء وقلم وأضحفظ توفيق الحكيم عمل إيه؟ ومحمد طيمور ومحمود طيمور لا مش ها يعني الكلام ده بس أنت أخده قرية هو أصلا معك في وراءة المفاهيم خلاص؟ يعني أنت حتى عشان كده إحنا نعديه يعني هو كي كي موجود عندك إيه في الورقة بس بقى في حاجة مهمة في حاجتين قالك فيه تحولات حصلت بعد ثورة 52 اسمها إيه؟ يعني مثلا بعد الثورة كان فيه تأميم قناة سويس كان فيه عندك تحول الدولة من ملكية الجمهورية طب هو إيه حلقة التاريخي اللي أنت بتقوله لنا ده بقى بفن مصرحي أصلا يعني قالك ما هي المصرحية تأثرت بالأحداث اللي هي جد جديدة بعد الثورة طب إزاي؟ ظهر ثلاث أنواع من المصرحيات ما كانواش موجودين قبل كتب ظهرت مثلا بعد الثورة مسرحيات بتنتقد المجتمع المصري وبين سلبياته زي مسرحيات المزيفون ظهرت مسرحيات بتصور كفاح الفلاح ظهرت مسرحيات بتصور الكفاح ضد العدوان الثلاثي قالك بس في الستينيات والسبعينيات اتعود الكتاب المصرح بيستمدوا أفكارهم من التراث والتاريخ وبيحققوا دايما مبدأ الإسقاط إيه الإسقاط ده يعني لو جاء لي يتحقق الإسقاط في المصرحية إزاي يعني إيه الإسقاط ده؟ الإسقاط إن أنا جبت عمل فني قديم عالكته معالجة عصرية وشاورت على مشكلات الحاضر وبدأت أقدم لها حلول جبت حاجة كده قديمة وبعدين عملت لها إيه؟ معالجة عصرية كده جديدة بشكل جديد عملت لها update كده يعني وطورتها وحدستها بس خطيت مشاكل المجتمع اللي أنا فيه المجتمع اللي أنا عايشه وبدأت أشوف لها حلول ده اسمه إسقاط ده كان ملخص كده حضرتك سريع للحاجات بس المهمة بالنسبة للمصرحي يبقى أنت كده خط ملخص للقصة القصيرة والرواية والمصرحي بترجع لهم وتبدأ تحل عليهم طيب بالنسبة مثلا لو عايزين نعمل كم كده لمحة كده سريعة للبلاغة إيه اللي كده كده جماعة بيجي في البلاغة؟ وهتشوف الكلام دوت كده فيه كم ورقة هتنزلك هتوضح لك يعني اللي أنا هقوله أول حاجة في البلاغة اللي هي الصور البيانية إيه بقى الصور البيانية؟ بقى أنا دلوقتي هتديك لمحات بسيطة عن البلاغة تساعدك جدا خاصة أنا عارف أن كل الناس تقريبا عندها مشكلة في موضوع الصورة مركبة والجزئية والكلية والممتدة المرشحة والمجردة والكلام ده طيب الأول تعالى أفكرك بأنواع التشبيه هو أنا لما بيجي لي السؤال يقولي في البلاغة جيب لك أربع اختيارات يقولك اختار التشبيه يحط لك طبعا تلاتة استعارة واحدة تشبيه أو اتنين كناية واحدة استعارة مهم أنا ازاي أوصل للتشبيه التشبيه دي ركنين لازم يكونوا موجودين في الجملة لازم يكون فيه مشبه ولازم كمان يكون فيه مشبه به تمام؟ يعني مصر تتحدث عن نفسها أنا تاج العلاقي في مفرق الشرق ودراته وفرائد عجدي طب ما هو أنا تاج أنا ده المشبه وتاج مشبه به الأم مدرسة إذا أعددتها إلى آخر حافظ إبراهيم أنا هنا ده قدام تشبيه تشبيه بليغ طبعا التشبيه بليغ ما ينفعش يكون فيه أداة تشبيه طيب طب هي الاستعارة زي التشبيه يعني برضو شبه حاجة بحاجة ولا التشبيه ده حاجة والاستعارة حاجة تانية قالك الاستعارة لابد طبعا فيه نوعين استعارة مكنية واستعارة تصرحية الاستعارة مكنية بيصرح بالمشبه بيديك بس إيه المشبه وقف الخلق جميعا ينظرون كيف أبني المجد واحد وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني المجد واحد طب أبني المجد دي استعارة مكنية أبني المجد صورت المجد وكأنه بناء يبنى آه يبقى أنا كده صورت المجد دم مشبه والبناء دم مشبه بيه مش مكتوب تبقى استعارة مكنية طيب لو أنا جيت قلت واعتصموا بحبل الله جميعا لأ هنا كلمة حبل استعارة تصرحية غالبا بتبقى الاستعارة تصرحية كلمة واحدة بس لأ ممكن تيجي جملة برضو عادي لان اللي استعرر تصرحية انا بصرح بالمشبه به ما هو كلمة حبل اعتصمه بحبل الله جميعا خط خط كده عند حبل هو مفيش حبل هاي ينا اعتصم فيه ده هو شبه الدين بالحبل الدين ده مشبه ما كانش مكتوب والدك المشبه به اللي هو حبل يبقى دي كده صرح بالمشبه به يبقى استعرر تصرحية والبيت برضو اللي انا قلته من شوية بتاع انا تاج العلى في مفرق الشرق وضراتوه فرائد عجدي ما هي دراتوس تعارض أصرحية صور البلاد الأخرى بالدرات أو بالدرر بالقالق طيب عندي بقى طبعا فيه أنواع للتشبيه كتيرة التشبيه المفصل والمجمل والبليغ والتمثيلي هتنزل كده قدامك ورقة مكتوب فيها لمحابة لغية اللي أنا دلوقتي بقولك فيها الكلام اللي هنقول دوت أو بنبص مع بعض عندك التشبيه المفصل أول ورقة أنت كالبحر في السماحة والشمس علوا والبدر في الإشراق أنت ده المشبه والكافأة ده التشبيه والبحر ده المشبه به وجه الشبه في السماحة يعني هو كده ده كل المكونات ده سمه تشبيه مفصل كأنما الشرق جسم في البيت اللي تحتيه لو أنت شايف كأنما الشرق جسم لأ ده هو هنا شبه الشرق بجسم وإداني أداة تشبيه ده سمه تشبيه مجمل لأن فيه تلات أركان هتنزل بعنيك كده مكتوب التشبيه البليغ فؤادي جنة إلى آخر البيت فؤادي جنة قلبي جنة ده مشبه وده مشبه به بقى تشبيه بليغ زي أحمد شوقي لما قال نفسي مرغل قلبي شراع بهما في الدموع سري وأرسي نفسي مرغل وقلبي شراع برضو تشبيه بليغ عندك التشبيه التمثيلي اللي هو حكاية بيحكي لك حكاية بقى يعني مش بيشبه حاجة بحاجة ده بيشبه حالة بحالة ده غالبا بيبقى بيت شهر كامل التشبيه التمثيلي اللي هو مثلا زي البيت اللي قدامك في الصفحة اللي هي مكتوبة على الياه 26 دي مكتوب بيقولك إيه إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسروها لا يكبروا ده حكا لك حكاية ده قالك القلب لما بيكسر القلب لما بيشيل من حد بيبقى يعني فيه كره شوية عمل زي الإزازة لما بتكسر ما بتعفش تتصلح تاني حكاية لك حكاية مثل الذين ينفطنون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة شايف الموضوع بيحكي حالة بحالة ده التمثيلي اللي استعرم مكنية طبعا هو وقف الخلق وينظرونا جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي دي قلناها من شوية استعرم مكنية عندي بعد كده مثلا طبعا دلوقتي في الصفحة اللي قدامك اللي هي 27 في البيت التاني وكام قد سمعنا ساسة الغرب تدعي بأشياء من بطلانها ضحق الحق وانت عمرك شفت حق بيضحك دي استعرم مكنية صور الحق وكأنها شخص يضحك عندي مثلا الاستعرم التصرحية البيت هو اللي قدامك بيقولك إيه إن يشفي هذا الجسم تيب هواءه أي يلطف النيران تيب هواءه يعني طبعا هي النار هو الشعر مش جواه نار ده وشبه الأشواء بالنار فدي استعرم تصرحية طبعا بعد كده عندك من الحاجات اللي بغايت الأهمية أنواع الصور إيه أنواع الصور اللي هي كده كده هيجي حاجة منها فيه صورة اسمها صورة جزئية ده بقى كلام مهم الصورة الجزئية اللي هي الاستعارة والكناية والتشبيه حاجة العادية بتاعتك وما جازم مرسل عندك الصورة الكلية اللي هي فيها صوت لون حركة أكيد الكلام ده عد عليك إيه صوت لون حركة؟ فيه هنا بيت كده هتلاقي مكتوب لك شاكن إلى البحر اضطراب وخواطري فيجيبوني برياحي الهوجاء مكتوب قدامك البيت في صفحة هي أنا بشوف لك البيت ده وات فين في صفحة رقم 27 اللي هتظهر قدامك مكتوب الصورة الكلية لابد من توافر كلمات تدل على الصوت واللون والحركة زي البيتين دول بص كده بعنيك عبت التاني شاكن إلى البحر اضطراب وخواطري فيجيبوني برياحي الهوجاء هي مش شاكن دي يعني ممكن يجيب منها صوت آه الشكوى دي صوت طمام طب عندك كلمة البحر طب ما البحر ده ليه صوت ولون وحركة بيتحرك يعني فيه التلاتة أصلا وعندي كلمة يجيبوني فيها صوت وعندي كلمة الرياح ليها برضو صوت طالما بيتشعر أو فيه كلمات بيانتج عنها صوت ولون وحركة طيب منت يلي يا حضرتك منت يلي صورة كلية سؤالها بيجي ازاي بقى في الامتحان هو بيجيب لك كلمتين 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 أو كلمة وكلمة وكلمة انت هتقرأ الكلمات دي لو لقيت كل كلمة بيطلع منها بيانتج عنها صوت ولون وحركة هتقول له دي صورة كلية طيب بالنسبة للصورة اللي بعدها اللي هي الصورة الممتدة قالك الصورة الممتدة بيكون فيها المشبه واحد والمشبه به متعدد وما هي اللي اسمها ممتدة عشان المشبه واحد والمشبه به متعدد طيب ماشي زي ايه زي صفحة اللي مكتوبة عندك اللي هي الصورة الممتدة هي بالأحمر مكتوب ايه مكتوب بيتشعر كده بيقولك من علم الظهر أن يبتسم ليه كذبا من علم الظهر أن يبتسم ليه كذبا وباقي الصحب أن يندي وما صدق طيب من علم الظهر أن يبتسم ليه كذبا طب أنا كده مش شبهت الظهر ده بشخص بيتعلم وشبهته برضه بشخص بيبتسم وبعد كده قالك ليه كذبا شبهته بشخص تالت بيجدب إيه دعناه شبهته واحد اللي هو الظهر مرة بإنسان مرة أصلا شبهت الظهر بإنسان وشبهته بإنسان يبتسم وشبهته برضه الظهر بإنسان بيجدب ده أنا كده عندي مشبه وعندي أكتر من مشبه به ما هي دي حضرتك اسمها الصورة ممتدة إن أنا بديك مشبه واحد وإيه وبسيبك بقى أعدد لك الصفات بتاعته طب إحنا ساعات لكده يضايقنا شوي ولك ترشيح وتجريد والكلام ده طب بص عشان تفهم الترشيح والتجريد هجيب لك الأول مثالين سهلين تفهم إنهم وبعد كده نرجع لقبيعة الشعر اللي أنا معقدة شوي وراء وقلم كده ويكتب لو أنت عايز تعمل فرق بين الترشيح والتجريد لو أنا جيت قلت محمد كالأسد يفترس الأعداء تمام؟ جملة زي دي بسيطة جدا طبعا ما تجيش في الامتحان بس أنا بس بقولها كشان تفهم بعد كده نرجع للحاجات اللي ممكن يجي شبه محمد ده المشبه والكاف أداة التشبيه ومشبه به اللي هو الأسد يفترس الأعداء دي صفة من صفات محمد ولا صفة من صفات الأسد صفة من صفات المشبه به اللي هو الأسد هو اللي بيفترس الأعداء هو ده الترشيح طب استنى كده عشان تفهم أكتر بقى محمد كالأسد يضرب بالسيف هو يضرب بالسيف صفة من صفات الأسد ولا صفة من صفات محمد لا دي من صفات محمد اللي هو من صفات المشبه صح؟ يبقى ده التجريد والترشيح أقوى في الصورة طب يعني أنا لو جبت صفة من صفات المشبه به يبقى أنا كده رشحت الصورة من صفات المشبه يبقى أنا جردت الصورة طب ما نجيب أمثلة عيدلة شوية كده ايه مهمة يعني انت لو بصيت في الصفحة اللي هي بتاعت 27 دي مكتوب ايه كأن فؤادي طائر عاد ألفه إليه فأمسى آخر الظهر شاديا كأن فؤادي طائر فؤادي طبعا يعني قلبي طب ما أنا هنا يا شباب صورت قلبي بالطائر صح آخر البيت بقى شايف كلمة شاديا محطوط عن ضخط طب ما أنا كده جبت صفة من صفات هو مين اللي بيجده مين اللي بيغني الفؤاد القلب ولا الطائر لا الطائر يبقى أنا كده جبت صفة من صفات مشبه بيها هو آه يبقى ده كده اسمه ترشيح تمام مش وما لقيت تجريد ده بقى بصت كده بيت الشعر اللي قدامك ده في صفحة 28 فوق خالص من ذا يكافئ زهرة فواحة أو من يثيب البولبل المترنمي يكافئ زهرة فواحة مش أنا كده شبهت الزهرة وكأنها شخصي وكفأ آه طب هي صفة الفواحة دي صفة من صفات المشبه اللي هو الزهرة ولا مشبه به اللي هو الشخص لا الفواحة الزهرة المشبه يبقى دي اسمه ممتدة تجريد طب ماشي الكبيرة بقى بتاعت الموضوع اللي دايما بتيجي في الامتحانات الصورة المركبة ايه الصورة المركبة دي؟ طب هي جات سالة فاتت؟ آه بيجيب لك أربعة اختيارات ويقول لك حدد الصورة المركبة من الأمثلة من الأمثلة الآتاء أنا بعملي بقى بدور في الاختيارات على جملة بص كده المفهوم ده اتنين في واحد يعني اتنين في واحد اتنين في واحد معناها جملة واحدة جواها استعارطين أو جملة واحدة جواها تشبيهين أو جملة واحدة جواها استعارة وتشبيه يعني هي جملة بس جواها اتنين من مواطن الجمال اتنين في واحد يعني استعارطين أو موطنين من مواطن الجمال في جملة واحدة جيس ما صورة ايه؟ صورة مركبة طب ما تيجي ناخد امثلة عشان تفهم جيب لك الاول مثال سهل لو انا جيت قلت مثلا يسأل البحر الحزين فكر كده معايا يسأل البحر الحزين هي مش يسأل البحر استعارة مكنية صور البحر وكأنه شخص يسأل تمام طب لو انت شلت يسأل هيبقى ببحر الحزين صح طب البحر الحزين دي مش برضو استعارة مكنية صور البحر وكأنه شخص حزين اه يعني هم كم استعارة؟ هم اتنين؟ في كم جملة؟ في واحدة؟ دي اسمها صورة مركبة يسأل البحر استعارة والبحر الحزين استعارة ما فهمتش؟ طب بيفهم اللي جاي كيف ترون الذل دار إقوامتين؟ طب استنى كده ترون الذل دار يعني أنا ينفع بقاعدة لقي الذل معدي وما ينفعش ترون الذل دي استعارة مكنية صور الذل وكأنه شخص يرى والذل دار تشبيب بليغ شبه الذل بدار يعني هي استعارة ولا تشبيب ما هي اللي اتنين في نفس الجملة؟ ترون الذل دار هتلاقي الذل دي مشتركة في السرطين ترون الذل استعارة مكنية والذل دار تشبيب يبقى كل لها اسمها صورة مركبة طب ما تيجي كده تاخد حاجة ظهرة عندك دلوقتي أنا مثلا كاتب لك اه اخر جملة مثلا يغرس الامال صعيدة لشمس ولاك في نص ما نهواك يا وطني يغرس الامال صعيدة خب كده صعيدة دي هيبقى عندك قدامك يغرس الامال يعني هو كيشبه الامال وكأنها مثلا نبات او شجر بيغرس صح؟ استعارة مكنية والامال صعيدة استعارة مكنية تاني برضه صور الامال وكانها شخصية صعب دي حضرتك اسمها صورة مركبة طب ما تيجي كده لمحة سريعة على المحسنات البدعية برضه بالمرة لو احنا كمان عايزين نعمل لمحة سريعة كده يا شباب على المحسنات البدعية هتلاقي عندك ظهرة المفروض ان شاء الله صفحة 28 سعب بيجي كده يقولك استخرج محسن بديعي لفظي واستخرج محسن بديعي معانوي طيب إيه اللي بيجي؟ اللي بيجي الحاجات اللي قدامك جنس ناقص جنس تام تصريع تعال كده بص على الجنس الناقص أهو بيدوا الصفائح لسود الصحائف إلى آخر البيت طب ما أنا عندي كلمة الصفائح وكلمة الصحائف كلمتين شبه بعض شوية ده اسمه جنس ناقص طب بص البيت اللي بعديه وسميته يحيا ليحيا فلم يكن إلى آخر البيت طب بص لما تلاقيك كلمتين توقم كده نسخة من بعض زي بعض بالزبط بس لازم يكون المعنى مختلف تقول جنس تام زي لما أنت كده تبقى ماشي في الشارع وتلاقي العربية مكتوب عليها وراء يقيني بالله يقيني ايه يقيني بالله يقيني دي؟ ما هي يقيني الأولى يعني إيماني أما يقيني التانية يعني يحميني يعني المعنى مختلف بس الكلمتين زي بعض آه ده اسمه جنس تام طب هوا نختار الجنس التام ده أم ده؟ لما يقولي هات محسن بديعي والجنس أي حاجة يصدر عنها جرس موسيقي يبقى اسمها محسن بديعي لفظي طيب التصريع ده بيه كتير ده؟ آه التصريع ده لا يأتي إلا في البيت الأول فقط ده ما بيجيش أصلا غير في البيت الأولاني بس آخر كلمة في الشطر الأول تعمل نغمة مع آخر كلمة في الشطر التاني عندك البيت اللي انت عارفه اختلاف النهار والليل يونسي اذ كرة ليه السباق ياما أونسي سألتك يا صخرة الملطقة متى يجمع الظهر ما في الرقاء ده التصريع وعندك هنا بيت شعر بمفروض شايفه سكت فغر أعداء سكوته وظنوني لأهلي قد نسيته حسن التأسيم بقى اللي بيجي كتير حسن التأسيم والتصريع ما بيجوش غير في الشعر بس يعني لو انت بتحل نص شعر ولايجت مكتوب ازدواج وسجع اشطب عليهم لان الازدواج والسجع أصلا بيجو في النصر بيجوش في الشعر طب ايه حسن التأسيم باين قوي شباب من اسمه حسن تأسيم يعني انا مقسم بيت بطريقة حسنة طب اسمع كده مطران لما قال متفرد بصبابتي متفرد بكآبتي متفرد بعناقي تحس انت بتغني شوي حتى انا كنت اقول لك كده ما تحس انت بتسمع بيت شعر فيه راب كده حاجة نغمة سريعة وعملة نغمة جامد قوي هو ده حسن التأسيم طب ماشي عايز مسال بص عندك كده في الصفحة اللي قدامك دي قالك ففي كل يوم لي حنين المجدد وفي كل أرض لي حبيب ومفارق سمعت النغمة حسن تأسيم طب بص البيت ده حمال ألوية هباط أودية شهاد أمدية الى آخر البيت طب ما ده برضو حسن تأسيم طب مصر هو البيت ده لو جيه في نسر بقى لو جيه يعني نفس النغمات والتأسيمات دي في نسر نقول عليه سجع يعطي جرسة موسيقية طب أنا دايما بسمع أن فيه فرق بين السجع والازدواج بص كده في صفحة 28 اللي قدامك قالك أن طبيعة العصر الذي نحن فيه منافرة للاستبداد معادية للاستعباد بص استبداد استعباد ده السجع بس ده إيه ما بيجيش غير في النثر بس اللازدواج مش شرط خالص أن يكون الآخر الحرف في الجملتين يكون متساوي أو زي بعضه يعني لو أنا جيت قلتي هنا مثلا قدامك الحزم مركب صعب والعجز مركب وموطيق جملة الأولى أخيرة به جملة الثانية أخيرة هيه هو همزة هو ده النزدواج مش شرط يعني أن يكون نفس الحرفين طب إيه المحسنات البداعية المعنوية اللي أنت شايفها في صفحة 28 أشهر ثلاثة الطباق الإجاب والسلب اللي هو الطباق الإجاب والطباق السلب والمقابلة ممكن كمان المرعاة النظير إيه الطباق الإجاب إن أنا جيب لك كلمة اللي هو أنت كنت بتسميه في عددي تضاد زي مثلا بيت الشار اللي قدامك وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود ماشي هنا أنت عندك كلمة نشر وعندك كلمة طويت دول ضد بعض طباق إيه طباق السلب طباق السلب أما جا أقولي بقى يبتسم ولا يبتسم غني وليس غني بص أنا بان في الكلمة مش بجيب المضبط عدسمه طباق سلب زي بيت الشار اللي قدامك اللي هو وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون واخب بلك إن قالك ننكر ولا ينكرون ده طباق سلب المقابلة جملة ضد جملة فإذا حاربوا أذلوا عزيزا وإذا سالموا أعزوا ذليلا ده اسم المقابلة لأنه جملة ضد إيه ضد جملة في كبان عندك مراعاة النظير كم تشتكي وتقوله أنك معدم والأرض ملكك والسماء والأنجمة طب ماه السماء والنجوم دي حاجات ليه علاقة ببعض تعرف يعني مراعاة نظير مراعاة نظير كلمات بتكمل بعضها الآخر يعني مثلا موبايل والجراب مش دول كده حاجات ليه علاقة ببعض موبايل والجراب آآ ليه علاقة ما ينفعش أقول مثلا معاهم الكتاب لا ده بره الموضوع صح فلو أنا لقيه بيتشار فيه كلمات ليه علاقة ببعض بتكمل بعض الشجر والثمار النجم والسماء دي سمع مراعاة نظير دي محسن بديعي معنوي طب لو أنا عايز إشارة سريعة لعلم المعاني اللي هي الأساليب يعني هتلاقي الكلام ده في صفحة 29 جايب لك بقى يعنيه اسلوب إنشائي وإنشائي طلبي وغير طلبي الانشائي الطلبي بص افتكرها بإيه أساليب ابتدائي اسمها إنشائي اللي وانت صغير لما كنت في ابتدائي كان يتقال لك أمر ونهي ونداء واستفهام وتمني السنة دي الحاجات دي الخامسة دي أقول اسمهم اسلوب إنشائي طلبي يعني الاسلوب الإنشائي الطلبي تدور على بيت شعر فيه أمر نهي نداء استفهام كماني اللي هو ليتا زي الأمثلة اللي قدام عنينك في صفحة 29 واستخبر الناس ويا صاحبي بعد كده فيا موت زر أولا ترى بالمناسبة لما بيجيلي جملة فيها اسلوب إنشائي استفهام منفي زي ألم نشرح لك يا صدرك أوليس نزعا للنهار أولا ترى استفهام منفي بيبقى دايما أو غالبا غرض التقرير غرضه يعني بيت الشعر اللي قدامك اللي هو اللي قبل الأخير أول وطرع الأشياء ده غرضه التقرير سعب بقى كمان بيكون الاسلوب الإنشائي غرضه النفي دي الأغراض ده بص وما يرفع الأوطان إلا رجالها وهل يترقى الناسه إلا بسلمي عارف لما حد يسألك سؤال وهو عارف أصلا إن الإجابة لأ يعني أنا سألتك سؤال وأنا عارف إن الإجابة لأ ده اسمه اسلوب إنشائي استفهام غرضه النفي أما أجي أقول لك طي عمرك هتشوف حد حسن مني ده مثلا يعني أنا قصد أقول إن مفيش فهنا اسمه اسلوب إنشائي استفهام غرضه النفي وما لإيه اسلوب إنشائي غير طلبي يعني إيه غير طلبي ده غير طلبي يعني بيت الشعر فيه كامل خبرية اسلوب قسم اسلوب تعجب متح وذم رجاء دي اسمها اسلوب إنشائي غير طلبي عايز مثال بص عندك كده مكتوب فساء صباح المنذري وتحت هتلاقي مكتوب كاملي وكاملي إلى آخر البيت طيب وده غير طلبي عشان ده ذم وده غير طلبي عشان دي كامل خبرية بس سعد بيقابلنا خبري لفظا إنشائي معنى صح؟ غالبا ده لما يكون بيت الشعر فيه دعاء غالبا زي فرحمة الله على شعر مات قتيلا للأمان الطوال طيب من هنا بترحم عليها بدعيله؟ آه يبقى اسمه خبري لفظا إنشائي معنى يا رفعا راية الشورى وحارسها جزاك ربك خيرا بدعيله خبري لفظا إنشائي معنى عندي بعد كده اسلوب القصر اللي هو مهم قوي خمس أشكال اسلوب القصر ليه أكتر من شكل تقريبا خمسة لأنه هو بيجيب لك أربعة جمل ويقولك قل لي أو مثلا في البيت الثالث في النص فيه اسلوب قصر وسلته إيه؟ هل وسلته النفي والاستثناء ولا وسلته التقديم والتأخير ولا إيه؟ تعال بقى أفكرك كده بص في صفحة 29 المعروضة إنما المؤمنون إخوة أي حاجة فيها إنما أصلا اسلوب قصر وسلته إنما اللي تحتها قالك فيه النفي والاستثناء اللي هو ماو إلا ماو ليس ماو غير ماو سوى زي البدة وما المال والأهلون إلا ودائع طيب ما فيه ماو فيه إلا هو قدامك انت شايفه يبدأ اسمه اسلوب قصر بالنفي والاستثناء اللي هو ماو إلا عندك تعريف طرفي الجملة ده ناس كتير مش فهمها بص منخص تعريف طرفي الجملة يعني طرفي الجملة اللي هو المبتدأ والخبر يعني يبقوا معرفة ده هتلاقي بص حاجة من اتنين هتلاقي بيت شعر فيه ضمير زائد ألف و لام يعني أنت الله أنت الخصم والحكم اللي هو مكتوب قدامك أو ضمير وبعد دي كلمة فيها ضمير يعني مثلا زي أنت حياتي تقريبا فيه سنة 2017 أو 2018 قال لأ أمك الكتعة تب بلاغة أمك أنت الحياة طب ما هو أنت الحياة اسلوب قصر بتعريف الطرفين ليه؟ عشان أنت ده معرف والحياة برضو معرفة طب لو مكتوب أنت حياتي برضو قصر بتعريف الطرفين عندي التقديم والتأخير بقى التقديم والتأخير اللي هو الجملة تبتدي بالشبه جملة يعني الجملة تبتدي معك بحرف جر أو ظرف زي هنا القاهرة ما هي أصلها القاهرة هنا ده اسمه تقديم والتأخير زي اللي مكتوبة عندك دلوقتي وعلى الله فليتوكل المؤمنون هي أصلها فليتوكل المؤمنون على الله كنت أنت تسمع أن فيه فيلم اسمه في بيتنا رجل في بيتنا رجل ما هيأصلها رجل في بيتنا ده اسمه أسلوب قصر بالتقديم والتأخير العطف ببل ولا ولكن ده آخر شكل من القصر ممكن تلاقي الجملة يكون فيها زي بيت الشعر ده ليس ارتحالك في كسب الغنى السفرا لكن آه لكن مش لكنة لكن الساكنة هنا فيه برضو أسلوب قصر وسيلته العطف اللي هي بل أو لا أو لكن عندك الإجاز والإطناب وده آخر حاجة كده خلاص في البلاغة يعني إجاز ويعني إطناب دول ضد بعض الإجاز واحد بينجز بيختصر في الكلام الإطناب لأ ده العكس ده واحد بيزود في الكلام ممكن ييجي حاجة دي كده يقول لك مثلا البيت التالت في إجاز بحاسف الفاعل ولا مبتدأ ولا خبر ولا إيه طب انت عندك هنا في الورقة اللي هي قدامك دلوقتي دي مكتوب كل الأشكال تقريبا المهم بص غالبا لما تلاقي بيت شعر يبدأ بكلمة ناكرة مرفوعة ناكرة مرفوعة زي مثلا إيه مستطار مستطار هل دي كلمة ناكرة مرفوعة جات فأقول البيت تمام أو أول الشطر التاني ده اسمه إجاز بحاسف المبتدأ أصل هو المفروض يقول قلبي مستطار هو شعر قلبي انت مثلا ما تعرفنيش فبتقولي وحرك شغاليه فأنا قلتلك معلم طب ما ده إجاز بحاسف المبتدأ لأننا المفروض أقول أنا معلم أنا شيلت أنا ده اللي هو المبتدأ ده وديتك الخبر جاهز على طول تمام ده اسمه إجاز بحاسف المبتدأ ايه تاني المشهور في الإجازة؟ المشهور إجاز بحاسف أداة النداء لو أنا قدامي بيت شعر يقول شبابة مصر فين ياه؟ ما تقلتش ياه؟ آي ده اسمه إجاز بحاسف أداة النداء يعني انت بتشوف المحزوف وتقول إجاز بحاسف كذا يعني فليتذكروا من يخشى يخشى مين؟ أكيد يخشى هو الله بس هو ما قالش الله يبقى هنا فيه إجاز بحاسف المفعول به وممكن بقى يكون الإجاز بحاسف أي حاجة حاسف جواب الشرط عندك انت بقى طبعا عشان بس الوقت انت عندك الأمثلة اللي قدامك دي إجاز بحاسف الفعل مثلا زي أخاك أخاك بص كده معاك في الورق ده بص معاك في الورق ده أخاك أخاك هنا الفعل مش مكتوب الفاعل آه ده مهم أي فعل مبني للمجهول أكيد فيه إجاز بحاسف الفعل يعني لو أنا قلت كتب الواجب الفعل مش مكتوب أنا إيش عرفتني مين اللي كتب الواجب يبدأ كده اسمه إجاز بحصف الفعل هنا في بيت شعر يقول لك أولام أولام مين بقى اللي بيلومك مش عارف إجاز بحصف الفعل وممكن يكون المفعول به هو اللي متشال زي البيت اللي قدامك بص اقرا كده قصدوا وامتدحوا ودوني أغلقت أيه قصدوا مين بقى وامتدحوا مين مش مكتوب إجاز بحصف المفعول به وقد يكون إجاز بحصف جواب الشرط وادات النداء طب إيه الإطناب ده العكس بقى الإطناب يعني بص هو مفيش حاجة اسمها أقول لك دور على كذا ما يقول لك إطناب ده ليه كذا شكل أشهر الأشكال اللي قدامك الإطناب اللي بالتراضف زي بص البيت ده كده اللي هو آخر ورقة معروضة قدامك أقام في كل قلب فهو حبته وحلى طب ما هي أقام هي هي حلى تبدل هي هي تغيرت كنته هي هي وقفته لما تلاقي كلمتين بينهما تراضف ده اسمه إطناب التراضف طب وليه شكل تاني ده فيه إطناب التكرار زي في النص بتاع الكنيسة نورت هو الراجل كاتب إيه إبراهيم أصلان قالك الكنيسة نورت الكنيسة نورت طب ما ده اسمه إطناب التكرار هو بيكرر الكلام انت كمان عندك إطناب التعليل يعني أزاكر دروسي لكي أنجح آه تعليل لما قبله يبدأ اسمه إطناب التعليل عندك إطناب التفصيل إن أنا بقول لك مثلا أركان الإسلامي خمسة وبعد كده فصلهم لك بقول لك شهادت أنا لقى الله يقام الصلاة أنا كده بفصل التفصيل ده اسمه إطناب التفصيل عندك إطناب التذييل آه ده اسمي أنا عنه كتير الإطناب اللي بالتذييل حكمة في نهاية أي بيت يعني بيبقى بيت شعر في نهايته بيبقى في حكمة زي اللي مكتوب قدامك ده بص هتلاقي إيه مثلا إطناب التذييل ترجو النجاة ولم تسلك مسالك بص بقى الحكمة اللي في الآخر إن السفينة لا تجري على اليابس دي حكمة السفينة مش هتمشي على الأرض اليابس اليابسة يعني دي حكمة آه طول عليها إطناب بالتذييل جاية كده إيه في الآخر في الديل يعني وراء عندك الإطناب اللي بالإعتراض لا ده مهم إطناب بالإعتراض ملوش أي علاقة بالإفدناء كأن حد معطرد على حاجة لا إطناب بالإعتراض جملة اعتراضية ودي في النحو بنسميها جملة اللي محلة لها من الإعراب الجملة الاعتراضية غالبا بيبقى بلها شرطة بعدها شرطة بس قوة ممكن ما يحطش شرطتين هي جملة لو أنت شلتها من بيت الشعر كلام ما بص يعني إزاي اقرأ معي البيت اللي أنا كده ده لو أن الباخلين وأنت منهم رأوك تعلموا منك المطالة طب ينفع أقرأ البيت من غير جملة وأنت منهم تعال نجرب كده لو أن الباخلين رأوك تعلموا منك المطال آه نفع أو ما أصرش في حاجة يبقى أنت منهم دي جملة اعتراضية يعني كانت مخطوطة كده بس زيادة عندك بعد كده آخر نوعين من الإطناب ذكر العام بعد الخاص وذكر الخاص بعد العام ناخد مثال قالك وما أتي موسى وعيسى وما أتي النبيون طب انت واخد بالك أن موسى وعيسى دول من الأنبياء جي بعدهم النبيون صح؟ يبقى أنا هنا ذكرت العام بعد الخاص يعني خاصيت الأول لتنين من الأنبياء وبعد كده قلت النبيين كلهم طب بص بقى العكس بقى تحت ذكر الخاص بعد العام من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكايل إيه ده؟ طيب وجبريل وميكايل دي حاجة خاصة اتنين من الملائكة وانت أصلا في الأول قلت الملائكة بص رب يغفر لي ولولدي وللمؤمنين أنا بص خاصة نفسي الأول وبعد كده بدأت تزود حاجة عامة فده اسمه ذكر العام بعد إيه؟ الخاص وذكر الخاص بعد العام ده ملخص يا شباب كده سريع جدا للبلاغة وللقصة القصيرة والرواية والمصرحات الوقت اللي بقي لحضرتك ده انت مفروض فيه بتعمل ايه؟ خلصت مذاكرة؟ انت مفروض بتحل امتحانات أكيد انت عارف هتحل امتحانات منين؟ في كتب بعينها في ملازم في ورق في منصات تعليمية في يعني كذا مجال ان انت ممكن تحل في امتحانات حاول الفترة دي تحل حاجات لها إجابة يعني وانا بحل بقى معي أصلا الإجابة عشان أشوف انا بعمل ايه؟ ماينفعش أحل أسئلة كتير قوي هتلاقي على تواصل اجتماعي وسائل تواصل اجتماعي بيعني ايه؟ بيبقى فيها زي ما احنا هنقول تعقيد شوية فازلكة شوية لأسباب ما ابقى بقى انت عن السوشال ميديا خالص اليومين دول وامسك يعني بعد بقى ما هتشوف بقى حلقاتك وتزبط نفسك آه طبعا لو انت هتتواصل على منصة تعليمية تمام لكن قصدي على ايه اللي هو صاحبك بعط لك سؤال لا لا انت هتركن هتجنب الكلام ده كله عندك ورقك اللي هتذكر منه عندك المنصات اللي هي التعليمية اللي وزارة عاملها برضو كويسة جدا هتذكر منها عندك كتاب خارجي انت جايبه بس الفترة دي فترة الحل فانت تبدأ تحل كتير وتحل حاجات تكون لها اجابة وان شاء الله تشيل خالص من دماغك التوتر ده خالص وان شاء الله هتلاقي الامتحان بسيط وسهل وانت تدربت اكيد عليه وان شاء الله تكون استفدت من حلقة النهاردة واتمنالكم يا رب كل الخير وكل التوفيق أشوفكم على خير ان شاء الله